بارث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى أدائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية ومواساة إلى معالي المستشارة الألمانية سيدة أنجل ميركل عرب فيها سموه عن صادق تعزيه ومواساته في حادث الدهس الذي استادف سوقا لأعياد الميلاد في مدينة برلين بجمهورية ألمانيا الاتحادية والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين وأكد سموه إدانته الشديدة لمثل هذا العمل الإرهابي الذي يتنافى مع جميع القيم الإنسانية كما عبر سموه في برقيته عن خالص تعزيه ومواساته لأهالي الضحية وتمنياته بالشفاء والعافية لجميع المصابين